اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تهنين الهم على هذا الفوز والانتصار القائمين عليها مع المضمر الضافر علي بن جميل الوهيبي وتهنين للشعار الاحمر اما الشوط الثاني مع البندقية الذهبية كان حاضرا هنا في هذه الانطلاق الشاهين التابع لهجن زعبيل ومملوك لسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم منتزعا هذه البندقية بسبع دقائق 13 ثانية بالوفاية والتمام والكمال والتهنية للمتعلق راشد بن محمد بن رشد في مساء الذهب ومساء الرموز اما الشوط الأبكار المحليات الاصائل حضر الشعار الحمر الخطر بشعار هجن الرياسة وكانت حاضرة في هذه الانطلاقة حفلة بسبع دقائق 17 ثانية وجزء واحد من الثانية لتهدي هجن الرياسة فوز اخر مستحق في هذا المساء وكأس اخرى يمسيت مع الفيلسوف احمد بن مطهر بمايد الخيلي اما الشوط الرابع حضر النادر التابع لهجن العاصفة منتزع للنموس بادائه الجميلة المتفوق بسبع دقائق سبع طهر ثاني سبعة اجزام الثانية ليحل بالمركز الاول ويفوج ببندقية الجعدان في هذه الامسية الرئيسية والتهنية لعشاق شعار هجن العاصفة وكذلك للمضمر غياث الهلالي عمل اشواط الاخرى الحاضرة في هذه الامسية كانت البداية مع الشهينية لهجن الرياسة بقيادة الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيلي قطعت المساة في سبع دقائق عشرين ثانية وستة من الالزام الثانية لتهدي هجن الرئيسة كذلك فوز اخر مستحق في مساء الرموز اما الشوط السادس يأتي شاهين التابع لهجن زعبيل ليحقق النقطة الثانية في هذا المساء بسبع دقائق عشرين ثانية وجزءا وحيدا من الثانية مع المتألق راشد بن محمد بن مرشد الذي تألق ولا زال متألقا اما الشوط السابع نعود الى هجن الرئيسة حيث كانت شاهين حاضرة في هذا المساء لهجن الرئيسة بقيادة المجازف محمد بن عديق من زيتون لمهيري سبع دقائق وحد عشرين ثانية وخمسة اجزاء من الثانية ينتزع الناموس وينتزع الفوز اما الشوط الثامن حضر شاهين التابع ايضا لهجن الرئيسة منتزع الناموس المستحق في هذه الامسية بسبع من الدقائق واربع عشرين ثانية بالوفاء والتمام والكمال ليسجل كذلك نقطة اخرى مع التضمير في هذا المساء اما الشوطنا مشاهدين الكرام التاسع حضرت الشاهينية التابعة لهجن العاصفة لتحقق انتصار اخر في هذه المنافسة بسبع دقائق وحد عشرين ثانية وجزء وحيدا من الثانية والتهنية لغياث الهلالي اما الشوط العاشر نعود الى الشاهينية التابعة لهجن زعبيل ونقطة اخرى وثلاث نقاط هنا في هذا المساء بسبع دقائق وحد عشرين ثانية وستة اجزاء من الثانية والتهنية راشد بن حمد بن روشد على هذا التألق الجميل اما الشوط الحادي عشر نذهب الى هجن الرئاسة عودة من جديد ليأتي هملول بالفوز والناموس والانتصار بسبع دقائق 22 ثانية وخمسة اجزاء من الثانية ليأتي الضافر كذلك بديل القوة والإثارة مع علي بن جميل الوهيبي اما الشوط الثاني عشر يأتي دور الشاهينية التابعة لهجن الرئاسة ليأتي الفيرسوف احمد بن مطر بمايد الخيلي محققا كذلك نقطة اخرى لهجن الرئاسة ومتابعة شيقة في هذا المساء الشوط الثالث عشر هجن الرئاسة من جديد تعود بمعال الفيرسوف احمد بن مطر بمايد الخيلي ليأتي شاهين في هذه الانطلاقة المسائية بسبع دقائق وستة وعشرين ثانية وثلاثة اجزاء من الثانية عما شوطنا مشاهدين الكرام الختامي في هذه الامسية كانت الشاهينية التابعة لهجن العاصف انتزعت النموس وسجلت توقيت زمنية مقياسة سبع دقائق اربع عشرين ثانية وجزئين من الثانية في هذه التظاهرة الرياضية في مساء يوم الرموز مشاهدين الكرام في هذا المساء هكذا كانت النتيجة بثمانية اشواط لهجن الرئاسة متفوقة على كل هذه المؤسسات بأداءها المتفوق مع جميع الأخوة المضامرين الذين تسابقوا وسارعوا نحو الفوز والانتصار شكرا لكل المؤسسات العملاقة في دعم كبير لهذا الموروث وهذا التراث الشعبي الكبير شكرا لكم مشاهدين الكرام عبر قناة دبي ريسنج من مخرج هذا السباق محمد جلال وكذلك طاقم العمل الفني شكرا لكم جميعا دائما على المتابعة الشيقة والراقية لقناة دبي ريسنج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة